كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمار عقلك تحديث مهم جدا للمضاربين ومهتمين بالبيتكوين على المدى القصير وعلى المدى المتوسط إذا أول مرة بتشوفني اتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد أيضا تركونا تعليق على الفيديو ممكن تكون أحد الرابحين لمسابقاتنا اليومية خلينا نتقل للتفاصيل البيتكوين أصدقائي إذا منشوف على فريم الساعة عام نتداول ضمن هاي القناة كسر هاي القناة للأسفل رح نستهدف منطقة 29800 تماسك أعلى مناطق 30100 رح نستهدف فيها مناطق 31300 مهم جدا نشوف التماسك لحد الآن عم نشوف ارتداد جيد لكن الإغلاق اليومي ليس بتجيد لحنا أمام 15 دقيقة للإغلاق اليومي في حال فقدنا مناطق 30200 رح يبقى عنا هدف هبوطي 29800 رح نحكي عن أيضا الأهداف في حال أغنقنا تحت 29800 ورح نحكي شوئية أفضل الأماكن للتعزيز للأشخاص يلي داخل السوق شاركتكم بالسابق أصدقاء لما كنا بهالشامعة إغلاقنا على مناطق 30270 رح نستهدف أول هدف 30600 تاني هدف 31000 وبالفعل أصدقاء كم ضرب الهدفين الحمد لله وحاليا عم نشوف نوع من التصحيح نوع من الهبوط يوم أمس كان فيه دخول 9800 حبة بيتكوين كانت من محفظة خارجية وفي الغالب هذا اللي أدى لهبوط البيتكوين إذن لحد الآن عم نشوف تماسك جيد للبيتكوين عند مناطق 30 في حال شوفنا هالتماسك استمر اللي احنا ملتزمين بهدفنا يلي هو رح يكون أعلى هاي القناة أعلى هاي القناة تقريبا بمناطق الـ 31300 هذا هدف البيتكوين القادم مع الأخذ بيعني الاعتبار كسر هاي القناة لازم تحط ستو بلوس تقريبا أسفل هاي القناة هل أنا داخل السوق حاليا هل أنا فاتح صفقة بالتأكيد لا أصدقاء لكن إذا أنت من الأشخاص اللي حابب تتداول البيتكوين بالوقت الحالي ممكن تحط وقف الخسارة أغلاق أسفل مناطق الـ 33300 مع العلم أن ما بنصح حاليا الدخول بأي صفقة لحتى نشوف تصحيح مقنع البيتكوين على فريم اليوم حاليا عم نشوف دايفرجنس هبوطي بالسابق لما شفنا دايفرجنس هبوطي لما كنا مناطق 25000 صارت صحيح لمناطق العشرين ألف إما تبيلتقى هالديفرجنس لما نبقى بالتداول بشكل جانبي لعدة أيام لتقريبا 5 أو 6 أيام ترتاح المؤشرات وبيختفي تأثير هالديفرجنس بعدها باختراق لمناطق الـ 31000 بيختفي هالديفرجنس أو لازم نعمل نفس طول هاي الموجة أو نفس طول هاي الموجة إذن في عندي أنا احتمالين أما أحصل نفس طول هاي الموجة القصيرة ويكون عندي التصحيح لمناطق تقريبا 27700 للـ 28000 وأما أحصل على نفس هاي الموجة الطويلة ويكون عندي الهدف 25000 إذن الديفرجنس بيلتغى أما بالتداول الجانبي أو الحصول على إحدى هاي الموجتين هذا الديفرجنس السلبي على فريم اليوم أنا ما رح أفرض سيناريو الهبوط على السوق لأنه حاليا لحنا أمام إقفال أسبوعي جيد جدا للبيتكوين دخولنا في منطقة جيدة للبيتكوين تداولنا في هاي المناطق أنا اللي برجحه بالفترة القادمة يكون عندنا التداول الجانبي بين مناطق 28000 للـ 32000 نوع من التماسك بعدها الكسر هذا أفضل سيناريو للبيتكوين أنا بتمنى أنه يصير في حال وصولنا لمناطق 28000 رح راقب أي إشارة إنعكاس إن شاء الله رح أبدأ بالدخول بالأسواق إذن منطقة الإنعكاس الأولى منطقة اللي منتظر أنا هي منطقة 28000 في حال تماسكنا على هاي القناة للمضاربين ممكن تحطوا ستو بلوز أسفل هاي القناة والهدف يكون 31300 كاستثمار التعزيز للمناطق الحالي أولى مناطق التعزيز الدخول بأجزاء هي عند مناطق 28000 أيضا مناطق 25000 بسبب الدايفرجس على فريم اليوم هيك وصلنا نهاية الفيديو أتمنى للعجاب خلينا ننتقل إلى الفيديو الماضي حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو يلي عملناه يوم أمس رح ناخد رابط الفيديو نتوجه لموقعنا يلي مناخد منه التعليقات بشكل عشوائي رح نحط رابط الفيديو نشيل التعليقات المتكررة بعدها نشوف كم تعليق عنا على الفيديو كان عنا 55 تعليق على الفيديو شكرا لكل شخص شارك معنا إذن هذا هو اسم الرابح بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جاستو إلى اللقاء